مدرب المنتخب الأولمبي اليمني ميروسلاف سوكوب في تصريح أنا في العراق مرة ثانية وهذا يشعرني بالسعادة ولكن هذه المرة كمدرب لمنتخب اليمن هناك منتخبات أقوى من فريقنا ولكن نحاول تحقيق نتائج جيدة وطموحنا الوصول إلى نصف نهائي البطولة قبل عدة أشهر كنت مع منتخب اليمن الأول في بطولة الخليج وهناك أربع لاعبين من المنتخب الأول متواجدين معنا اليوم في الأولمبي ثنائي المنتخب العراقي أمير العماري وكيفين يعقوب يتوجهان إلى إسبانيا للالتحاق بمعسكر إسود الرافدين علي نوري في منشور على حسابه الشخصي بعد أن قام بالتجاوز على المغتربين حيث قال القاصي والداني يعرف أنني شخصيا من الداعنين وبقوة لمشروع اللاعبين المحترفين المغتربين كنا وما زلنا منذ البداية مع تواجد أبناء البلد فلا يزايد أحد على دعمنا ومساندتنا لهذا المشروع المميز قرأت الكثير من ردود الأفعال على حلقة الأمس كل الآراء محترمة لكن لو تمعنتم جيدا سترون ثلاث ضيوف فقط كانت آرائهم قد وجهت وانتقدت نحو اللاعبين المحترفين وخمس ضيوف وأنا شخصيا ساندنا واعترضنا بشدة على الآراء المضبة حرية التعبير واحترام الآراء موجودة والبرنامج يطرح فيه الرأي والرأي الآخر وحق الرد مدفول للجميع للتذكير فإن منشيت حلقة الأمس كان تحت عنوان المحترفون العراقيون جواهر من بلادي اغتربوا مجبرين فعدوا لحضن الوطن الدافئ مخيرين يذكر أن علي نوري تلقى سب وشتم كبير من الجماهير العراقية علي عيسى في تصريح حيث قال اللاعب المغترب أي جهة تعطي أموال أكثر يذهب لها كما شاهدنا أحمد يسين عندما صرح وقال المنتخب العراقي لم يعطيني أي فرصة وعندما قدم له المنتخب العراقي دعوة في كأس الخليج وبعدها حصل على عرض من نادي في الدوري السعودي ومن أجل المال ترك المنتخب وذهب للدوري السعودي كذلك زيدان إقبال مثل العراق لأنه لا فيار لديه مع منتخب إنكيلترا من المستحيل يستدعونه لأنهم يمتلكون مواهب جبارة وكذلك أمين الدخيل عندما أصبحت القيمة السوقية ستة مليون يورو ذهب راكضا إلى منتخب بلجيكا ينتظر المنتخب العراقي إكمال أوراق اللاعب حسين علي المحترف في صفوف فريق هيلنفين الهولندي تمهيدا لضمه إلى صفوف إسود الرافدين ويلعب علي في صفوف هيلنفين الهولندي منذ 19 يوليو تموز 2022 قادما إليه من صفوف أوربيرو السويدي في صفقة كلفت الفريق الهولندي 300 ألف يورو وقال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم لموقع العراق إن لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي تكثف جهودها لإكمال استخراج الأوراق الرسمية لمدافع هيلنفين الهولندي كي يكون متاحا لمنتخب العراق في الاستحقاقات المقبلة خاصة أن اللاعب يرغب في تمثيل العراق فقط ولا يفكر في تمثيل منتخب السويد وأوضح أن اللاعب بدأ بالفعل إجراءات استخراج الأوراق الرسمية في السفارة العراقية في السويد ومن المؤمل أن يحصل على جوازه العراقي قبل نهاية شهر يونيو حزيران الجار لافتا إلى إن المدرب في سوسكا ساس سيعتمد كثيرا على المدافع حسين علي كونه يعاني في تشكيلته من نقص بمركز الظاهير الأيمن ترجمة نانسي قنقر